اشتركوا في القناة وقدرت خير بإذن الله وأكيد نجدد لكم أيضاً التبركات بعودتكم من جديد سريعاً إلى دور المحترفين بالحقيقة نحن نضمن خطتنا أن نعود في السنة التي بعدها ولكن هروب المدرب هو الذي أقر الفريق حقيقة صعود الفريق ليس جاعب اعتباطاً إنما الفريق له خبرة كبيرة في هذا المجال لأنها نتوجه بالشكر الجزيل لو صاحب سمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو مساء حكم الفجيرة وسمو وليل أهد وسمو الشيخ صالح الحركة الرياضية رأس دارة الصناعة على ما بذلوه لناد غروبة واندية الفجرة قاطبتاً وحقيقة نحن بذلنا جهد لأجل أن عودة الفريق أسرع وقت ممكن وأن الفريق عاد فعلاً بجدارة واستحقاق بحيث أنه يكون من ضمن نصاف المحترفين المرة الثالثة على التوالي المحترفين مرة ثانية المرة الأولى بالدرجة الأولى كانت أدية الدرجة الأولى أما المحترفين نحن مرة ثانية وإن شاء الله نكون بدرة خير بإذن الله تعالى إن شاء الله المعروف يمكن في منطقة مربح أهالي منطقة مربح دائماً حريصين أن يكون كأسرة واحدة ويمكن هذا الأمر يكفي أن اليوم تقام مباراة في مقار النادي وتجد كل الأبناء المنطقة موجودين حدثنا أيضاً عن أثر هذه الروح الموجودة في المنطقة وأثرها ودورها في عودة الفريق سريعاً عودة الفريق بارك الله فيك أن الفريق هذا تكون فريق سنة 72 من ثلاثة من ناديين نادي الوحدة ونادي النجمة كانت وتوحد وصار كواحدة واحدة مثال البيت متوحد وإحنا حقيقةً فخورين بهذا المسمى لأننا نحن جئنا مكملين لأخوة السابقين لنا وحقيقةً نحن بطقة ولادة للاعبين للاعبين موهوبين الحمد لله وغيرين على الفريق ولذلك أن الفريق يكون في مصاف المحترفين هذه بادرة نتمنى من كل الفرق في الفجيرة أن يكون بادرة طيبة نقدم ونقدم كذلك أفضل من مكان إن شاء الله بنبارك نتحدث عن دور الأهالي في المنطقة كما هو معلوم منطقة مربح الأهالي دائماً يلتمون حول الفريق ويكفي أن لو شفنا مباراة وحدة تقام في أرضية نادي العروبة تحصل لكل موجود أثر ذلك أيضاً على سرعة عودة الفريق من جديد إلى دوري المحترفين نادي طال عمرك متأصل في المنطقة من قبل لأن المنطقة تأسس فيها ناديين والناديين توحدوا مثل البيت متوحد ونحن فخورين بهذا الاسم لأنه أطلقوا صاحب اسم ورئيس الدولة في صالات الموجودة في مناسبات وكذا ولذلك نحن فخورين بهذا النادي وأهل المنطقة أنهم متواء متكاتفين معنا وإن شاء الله نكون بقدر ما نستطيع أن نقدم شيء لهذا النادي بقدر المستطع إن شاء الله كانت لكم قبل سنتين تجربة في دوري المحترفين وأكيد في كثير من المحطات مريتوا فيها واكتسبتوا فيها خبرات دائماً اللي يكون في المحترفين غير عن اللي يكون في الدوري الدرجة ولكل يدرك هذا الأمر تلك الخبرات خلينا نقول لها راكمية أثرها شو استفدتوا منها وخاصة أن الموسم باطع للأبواب ويمكن في قادم الأيام للطلاقة قادمة صحيح نحن بحكم خبرتنا نتوجه بشكل للمجلس الإدارة المجلس سارة ونفسه اللي قاموا بهذا الجهد وحاكم مشكورين جزاهم الله خير أنهم كمجلس إدارة قاموا بجهد كبير لأجل العودة سريعاً لدوري المحترفين وبحكم تواجدنا في دوري المحترفين لا نكون لا نفكر البقية أن هذه العروبة صيداً سهل إنما إحنا مثل بقية الفرق يعني إحنا عقدنا مع لاعبين ذو سمعة وذو خبرة وذو كذا عيبة كرة قدم بمعنى أعيب كرة قدم إننا نحن نحاول بقدر المستطاع أن نقدم كرة قدم حديثة بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إن شاء الله طيب العروبة بات هو الممثل الرسمي لإمارة الفجيرة في دوري المحترفين وهذا أكيد يضعكم أمام مسؤولية كبيرة دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد دعم سمو الشيخ محمد بن حمد دعم سمو الشيخ صالح كل هذه الشخصيات التي أيضاً تسعى إلى الارتقاء بمستوى الرياضة هل يضعكم أمام مسؤولية بأن دائماً أنتم مطالبين خلاص صرتوا في ضمن الصفوة والعروبة دائماً جزء من الصفوة طبعاً هذه مسؤولية كبيرة وتوصية صاحب السمو وعضو المسؤول الذي حاكم الفجيرة الضقيرة الشيخ حمد ودعمه اللامحدود لإندي العروبة وإندي الفجيرة حقيقةً هذه حمل الكبير على عاتقنا نحن نحاول بقدر المستطاع أن نكون نقدر مسؤولية بإذن الله أن نحن نقدر مسؤولية ونحن نحاول بقدر المستطاع أن نحافظ على أعداد المواطنين الموجودين عندنا لأجل أنهم يقدمون شيء مميز عن البقية بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله تعال طيب الموسم الماضي المدرب برونو بريرا كان موجود مع الفريق تعودنا في السنوات اللي طافت اللي يصعد من الدرجة الأولى يغير الجهاز الإداري يغير الجهاز الفني هذا الأمر ما شفناه في العروبة هل هي من منطلق قناعة فنية بأن المدرب قادر يقدم الإضافة في دولة المحترفين أم خلينا نقول جزء من إبرام عقد سابق وأن فور الصعود يكون تلقاي العاقدي الجزء لا هو كطال أمريكا بما أن المدرب لديه خبرة في الدرجة بالمحترفين لأنه كان في نادر نصر مساعد مدرب نحن شفنا فنيات عنده قدمها لأجل أن الفريق يطلع بصورة طيبة وهذا دليل أننا جددنا مع العاقدي هذا السبب اللي قلنا أنه لديه خبرة في الدرجة الأولى أنه كان مساعد مدرب في نادر نصر الإماراتي وأنه لديه خبرة مع اللاعبين الإماراتيين ونحن جددنا مع العاقدي لهذا السبب الأسماء اللي شاركت كلاعبين أتكلم مع العروبة العام الماضي جددتوا مع بعض الأسماء وراح تكون موجودة أيضا حريصين في إدارة النادي أنكم تعطوني الإضافة من خلال انتداب لعبين آخرين حدثنا أيضا عن جانب اللعيبة اللي استمروا مع الفريق للسنة القادمة وأيضا الإضافات اللي التحقل سسمح لي أنا أقول لك أننا تعاقدنا مع لاعبين جدد محمد رضا أزادي هذا منتخب إيران نعم هذا مهاجم وابولو كان معنا قبل سنتين نعم وجبنا من البحرين وابو بكر التراولي كان في عجمان صحيح وهذا بعد كذلك وبولو ركر ركر هذا ركاردو هذا كان مدافع في نادر الحزم السعودي هذا حقيقة واللاعب الخامس إن شاء الله ستسمعون عنه بعد ثلاثة أيام ثلاثة أيام سنصرح عنه بإذن الله إن شاء الله أما اللاعبين الغير المقيمين نعم ووتلانغو هذا السنة كان معنا قبل وجددنا معه وصلاح الدين نيجيري أيضا تم التجهد مع اللاعب وديفيد روي هذا كان قادم وخرفة كان لاعب حر كان تعاقدنا معه ومدافع كوسط وسينيسا جولاسيك هذا مدافع اسم السعودي كان لعب نادر الضفرة نعم سابقا ونادر العربي سابقا كذلك ونحن حقيقة جبنا لعبين اللي معانا من السنة الماضية حوالي عشر لاعبين مواطنين تم التجديد معهم لأجل خوض المباريات في الدرجة المحترفين بإذن الله طيب أيضا من التفاصيل اللي تخص خلنا نقول منطقة مربح وتخص العروبة سينالياهي عندنا أكثر من فريق في الساحل الشرقي موجودين وهذا أيضا يعيد شيء من صورة الأذهان المنافسة القديمة والتاريخية بين أندية الساحل الشرقي وبعضها البعض تتكلم من أقص شمال الدبل حصن وانتهاي على خورفكان في مربح عندنا العروبة وعندنا تلبه كيف تشوف شكل المنافسة بين هذا الرباعي اللي أيضا يعطي نكهة مختلفة لكرة القدم هنا في الساحل الشرقي الحصن وانديد خورفكان وانديد كلبة عندنا تواجدهم بالمحترفين عندهم خبرة خورفكان وكلبة عندهم الخبرة في ذلك وهم قريبين مننا ونستفيد منهم كذلك لأن أي سؤال نسأله ما يقصروا الجماعة يعني نستطيع أننا نتواصل وياهم بقدر المستطاع وكذلك أنه الفريق بيوفر علينا بيوفر علينا أربعة ثلاثة أندية تقريبا أو أربعة أندية مغدين في ساحل الشرقي بيوفروا من القيمة الذاتية اللي يصرفونها على المعسكرات وغيرها وخارج المنطقة صحيح صحيح أيضا مسألة المعسكر الخارجي شفنا أغلب أنديتنا السنة هذه يعني أبرمت معسكراتها في أوروبا أتكلم عن النمسا السلوفينيا والصربيا يمكن عدد كبير راحوا لها في العروبة قررتوا تروحون إلى جمهورية مصر حدثنا عن اختياركم لجمهورية مصر للمعسكر الخارجي بارك الله فيك نحن اخترنا مصر لأن مصر فيها أندية أندية رياضية تستطيع أن نتقابل معها أندية صحيحة حقيقة حقيقة نحن رحنا قبل كسلوفاكيا ورحنا للمجر حصلنا أن الفرق اللي تقابل معها ليست فرق فرق بمعنى فرق بفرقة يعني يفرق فنادق نحن ما نروح نروح معسكرات تخسروا فلوس على معسكرات فنادق فصعب صعب علينا نحن ولذلك نحن رحنا لأندية قابلنا نادي القادسية قابلنا نادي الشباب الكويتي قابلنا نادي أندية في مصر ثلاثين دية تقريبا في أندية تحضر للموسم في مصر فيها كرة كرة قدم بمعنى أن تستطيع أن تحصل لعب فريق فريق كرة خدم بمعنى يلعب كرة أما أننا نروح ربا بمعنى أن الكلفة وكذا والسمعة وما على كل حال أنك المتعهد يجيب لك فريق بمعنى أنه فريق يجب فلوس دفع فلوس يعني لعب كرة خدم ما بيلعب معاك فريق ببلاش الفريق الفرق الدرجة الأولى والمحترفين وغير لا يلعب معاك لأنه هؤلاء مخسرين فلوس على اللاعبين فنحن اخترنا مصر لمصر قريبة مننا وتعرف مستوى الفرق قريبة مننا كذلك ومصر جميلة والناس اللي فيها جميلين ومصر جميلة وإحنا متأقلمين وياهم طيب مدى رضاكم عن مخرجات المعسكر واستفادة الفريق من هذا المعسكر أنا أرى مخرجات المعسكر بعد النتائج النتائج لا تخدعنا في هذا صحيحنا نفذنا وتعادلنا وكذا مع القادسية ومع الشباب وفذنا على الشباب الكويتي وفذنا في كل مبغل ولكن هذا الأمم لا تخدعنا لأنه نص اللاعبين تقريبا أغلب اللاعبين متواجدين هنا معنا والفريق ليس مكتملا مع التعاقدات بعد اللي يكتمل يكتملوا هنا معنا إن شاء الله بيكتملوا هنا وإن شاء الله الفترة هذه بيكون إن شاء الله لكل حدث الحديث بإذن الله طيب أسترجع شيء من تفاصيل الموسم اللي كنتوا فيه آخر مرة في المحترفين كنتوا رقم صعب ويكفي يعني وحدة من المباريات اللي ما أنساها للعروبة اللي كانت ضد العين وانتهت ثلاثة ثلاثة العروبة دائما يعني في ذاك تلك السنة حتى آخر مبارة له كتان ضد الضفرة هذا يؤكد مقولة أن أبدا الفريق ما رح يكون صيد سهل هذا الموسم ممكن نشوف شيء من شكل العروبة اللي شفناه في آخر حضور له في المحترفين احنا علينا الاجتهاد احنا جبنا الملاعبين وجبنا ولاعبين العذنة وجبنا لاعبين ولكن لكل الفرق الثاني احنا ما قدهم يابوا لاعبين محترفين على مستوى وما شاء الله يعني مثل نادي الوصل مثل نادي العين مثل نادي الجزيرة مثل نادي الوحدة ما نقدر نوصل لمستواهم في العقود وكذا ولكن بقدر المستطاع نحن نبدل جهد والبقى على الله سبحانه وتعالى والبقى على الله سبحانه وتعالى احنا علينا الاستهاد فقط بعد صعود الفريق في ختام الموسم الماضي ويمكن حتى نهاية الموسم في المحترفين واحدة من الأسماء التي تردد الكثير الكلام عنها ممكن ترجع للعروبة الدولة البحرينية علي مدن هل كان في كلام فعلا أننا ممكن لا 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 أبدا أبدا ولا ممكن لأنه مصاب عندنا كيف نرجع نرجع وحد مصاب عندنا فصعب صعب علينا صعب علينا نرجع نرجع ونلاعب سابق صعب طيب تعقدكم مع اللاعب والمهاجم الإيراني محمد رضا أزادي يعني هذا الخبر طلع تقريبا في شهر سبعة لكن الإعلان الرسمي إجا لاحق هل اللاعب كان متواجد معكم في المعسكر وهل كان في شيء لا ما متواجد عندهم المعسكر نظرا لبعض العراقي الإجرائية المصرية وهذا شيء خاص فيهم هم اللاعب عندنا من 15 سبعة تقريبا وإذا يتمرن هنا عندنا ونضمن الفريق الآن موجود وهو موجود عندنا موجود عندنا محمد رضا أزادي موجود عندنا رح تلعبون أغلى مبارياتكم في ملعب دبل الفجيرة ومعنا يمكن يقول أنه مربح أقرب للفجيرة ما فكرت تلعبون في ملعب الفجيرة وتأثير أنك تلعب خارج مقر نعم نحن فكرنا قبل نلعب في الفجيرة ولكن الأخوة في الفجيرة عندهم أقرب مكان لنا الدبل الفجيرة هو أقرب مكان لنا بمانع أنتم صيانة خلص نروح للدبل الفجيرة طيب تعتقد أن هذا ممكن يكون له تأثير أنه تلعب خارج مربح تحديدا خارج الملعب نحن المرة الثانية متعودين على هذا نحن نلعب خارج الملعب ملعبنا متعودين على هذا على الله لين يخلص النادي بإذن الله أنه يكون لكل حظ الحديث بإذن الله اللي ييجي للمكان نفس المقر النادي أيضا نشوف شيء من الملامح الأستاذ المبنى نشوف نعم صارت عليه تعديلات إضافات وكذا وهذا أمر طبيعي لكن نشوف كأن المشروع بدأ يلوح في الأفق نهاية الموسم أو السنة الجاية ممكن نشوف الفريق حاضر ويؤدي مبارياته على الملعب الجديد حسب كلام الاستشاري نعم النادي سنستلمه في نهاية أربعة نهاية إبريل 2025 وهذا طبعا هذا كلام استشاري ما تعرف شوف في الطريق يحدث كذلك من أمور نتمنى نتمنى أن نحصل النادي قبل اليوم قبل باجر طموحاتكم في إدارة النادي وطموحات الأسرة العربوية بشكل عام ونحن مقبلين على انطلاقة الموسم أشوف نحن كمجلس إدارة نحن بتوجيهات صاحب سمو الشيخ حمد وصاحب وسمو ولي سؤل الاهد وسمو الشيخ صالح أن الفريق يبقى ونحن يبقى في الفريق الفريق ليس بعيدا أنه يبقى مع المحترفين بمعنى نحن نبدل الجهد والباقي على الله سبحانه وتعالى نحن قادرين الشباب أنهم يصمدون أمام الفرق الثانية بإذن الله تعالى إن شاء الله يصمدون بإذن الله انطلاقة الموسم على طريق انطلاقة الموسم أول المواجهات في كاس مصرف أبوظبي الإسلامي وكذلك في الدولة يتقابلون النصر وإذا ما عدنا للتاريخ في بداية التسعينات الصعود الأول اللي كان بعد مباراة فاصلة ضد الرمز في ملعب ستاة مشتوم بن راشد في نادي الشباب أنا ذاك أول موسم وأول مباراة في الدرجة الأولى ضد النصر كانت نعم يعني توقيت المباراة أنك تلعب النصر في أول مباراة تستبشرون خير في هذا الأمر تتفاعلون نشوف نحن كفريق مصاعد نحن كتجربة كتجربة تجربة لنا إننا نكون لنادي النصر نادي النصر نادي عريق ونادي ثقيل ونادي عنده عقود ولاعبين على مستوى لأنه الفريق الذي يقابله نحن فريق مكتمل مكتمل الأركان فلذلك نحن فريق متواضع نحن لا نكون فصيدا سهلا لنادي النصر أو نادي ثاني نادي مكتمل لا ليس ذلك كذلك مقارنة مقارنة يكون في الملعب إن شاء الله طيب ماذا عن البطولات الأخرى نتكلم عن أيضا كاس مصرف وظاب الإسلامي طموحات النادي شو فيها وكذلك البطولة الغالية إلى قلوب جميع الرياضيان كسيدي صاحب السمو رئيس الدولة شوف لكل حديث نحن نسبق الأحداث نحن نقول ما في فريق في فرق المحترفين ما يبي نافذ ما في فريق من الفرق سواء اللي صاعد أو اللي متبقين في المحترفين يبغون يحصلون على كاس دبي أبو الله بالإسلامي وكاس رئيس الدولة أفضه الله لا بد من الاجتهاد والحصول على مقارنات في الأداء أداء كرة القدم يبين من خلال من خلال مباريات إن شاء الله طيب البعض يرى إذا كنت أنا بلعب على تاركت أني أبقى في المحترفين أني أحاول ما أخسر نقاط من الفرق القريبة مني أتكلم كل الاحترام أكيد لجميع الفرق من أبو ظبي إلى الفجرة لكن أتكلم عن مستويات فنية هل أبو مبارك أنت تروح مع هذا الرأي أن القريب مني مفروض ما أخسر منه نقاط عشان أحقق الأفضلية عليه أما أنت تلعب مع كل المباريات لا ما على كل حال طال عمرك ما على كل حال يمكنك في فريق يتميز عندي بعض اللاعبين يتميز بالتميز معين يمكن يتفوق علي بحيث أن الأداء يكون بمستوى مستوى أحسن مني أنا من فريقي أنا ولذلك هل متوفوق بمستوى اللاعبين نعم طيب مبارك كلمة تحب توجهها للجمهور العرباوي يعني الكل شاف من العروبة صعد فرحة الأهالي في المنطقة في الطريق الممتد من المحلات الدجارية وصول إلى مقر النادي وأيضا في أرضية الملعب حقيقة نشفنا الفرحة نعم شو أودك تقول للجمهور العرباوي أنا أتوجه بالشكر للجزير للقائمين في المنطقة على أركان هذا النادي ومحبين النادي أن نقول لهم اللعب ربح وخسارة لابد أن الوقوف مع الفريق مع الخسارة ومع الربح لابد من ذلك أن يعني لما طيبة طيب مبارك أنا سعيد بتواجدي في مقر النادي كن بالشكر والتقدير لك على وقتك اللي خصصت لبوظبي الرياضية سعادة علي عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة شكرا جزيلا الأفوال الأفوال الله يسلم إذن هكذا كانت مشاهدين الصورة في مقر نادي العروبة وقبيل انطلاق موسم جديد يبدو أنه لن يكون سهلا لمختلف الفرق والألوان والشعرات هكذا هي الصورة وإلى الملتقى في قادم المحطات شكرا جزيلا